موسيقى مارست ميليشيا الحوثي وصالح في الأحياء والمناطق الواقعة في خطوط التماس تفاصيل مرور مختلف حيث وزعت حقدها وعبثها التدميري على مرحلتين تمثلت المرحلة الأولى بتهجير السكان والتمركز على منازلهم وتحويل المكان إلى ساحة مواجهات مباشرة فيما تمثلت المرحلة الثانية بعمليات قصف عشوائية شرسة على تلك المناطق من مواقع تمركزها على أطراف المدينة اشتركوا في القناة يقع حي الكهرباء وسط مدينة تعز ويتبع إداريا منطقة الجمهوري ويشكل الضفة الغربية لواد المدام وسائلة الهندي هذا الحي ذو تركيبة سكانية متداخلة ومستويات معيشية متفاوتة يسكنه ذوي الدخل المحدود والنخبة من رجال المال والأعمال إضافة إلى احتوائه على عدة مرافق ومؤسسات خدمية وتجارية والأهم من ذلك إطلالته المباشرة على عمق المدينة ومجاورته لحصن قلعة القاهرة هذه المميزات دفعت ميليشيا الانقلاب منذ اليوم الأول لاجتياحها المسلح مدينة تعز للرمي بكل ثقلها التنظيمي والإداري والعسكري بهدف بسط سيطرتها على الحي بدأت انتشار الحواثة والميليشيا من حوبان إلى القحملية وثعابات إلى القحملية والجهة الغربية من تاج كان فيه السكاء كانوا موجودين فكان يعني شو يعني يخرجوا يعني من بلوتهم لأنه لديهم بلاقات منهم يخرجوا من البلوت إذا كانتهم الأولا هي اللي ساعدتهم على الوجود في هذا الحي مواقعهم السابقة الحراسة غيرة المحوار اللي هنا على قنبل كلية الآذاب هذا اللي ساعدهم على الدخول إلى هذا الحي دخلوا من جهة القحملية خدامة سترواء وكانوا مسيطرين هنا كائن من سترواء بعدها قليل نزلوا لعنده التوفيق عبد الرحيم وكانوا يضربوا من الجهة من البتوفيق عبد الرحيم من القحملية من السلال من سفتيل إلى هناها من جهة الستين إلى المناطق هذه كان الهدف الأبرز إلى جانب ما يتميز به الحي الذي دفع ميليشيا صالح والحوثي للاستماتة على هذا الحي هو المبنى الرئيس للإدارة العامة لمؤسسة كهرباء تعز تهيأت لها الظروف بادئ الأمر فتمكنت من السيطرة عليه أغلقت المبنى وسرحت العاملين فيه وحولته إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة وخط إمداد لجبهاتها الأمامية في كل من قلعة القاهرة وجبهة الأخوة وجبهة منطقة الجمهوري لأنه مرتفع وفي منطقة عالية وكان البداية متمركزين موجودين فيها الحوثي أنفسهم كانوا متمركزين في هذا المبنى وفي مدرسة أروى ومباني المرتفعة قيادة المؤسسة تتم من هنا متابعة جميع أعمال المؤسسة في منطقة تعز في جميع أحياءها وشوارعها وريفها من هنا هذا كان ما تمثله مبنى المؤسسة ويمثل أيضاً مصدر دخل لأكثر من ألفين ومئة موظف الكهرباء طبعاً كانت تقدم خدماتها لكل المحافظات وكل الناس وانتعرف إنه مقياس أي تقدم مقياس أي عمل يقاس بخدار الكهرباء اللي كانت سهلة يتوقف كل الأعمال عند توقف الكهرباء عندما انقطعت الخدمات الكهرباء ينقطع كل الأعمال الأخرى سواء الإدارية أو الفنية توجه آخر ذهبت إليه الميليشيا من خلال سيطرتها على مبنى مؤسسة كهرباء تعز تمثل بتطبيق سياسة العقاب الجماعي على أبناء مدينة تعز الرافضين لتواجدها والمنددين بانقلابها عبر إقدامها على شل خدمات هذه المؤسسة من موقع تمركزها هنا وكذا استهدافها لمحطات التوليد والتحويل الرئيسية التابعة لها في كل من منطقة الحوقلة وعصيفرة والضبوعة إضافة إلى قطع خطوط الإمداد الرئيسية القادمة من محافظتي مأرب وعدن ومدينة المخى وأغرقت المدينة في ظلام دامس انقطع الكهرباء عاد سلبا على الموظفين في الكهرباء في جميع المحافظات انقطعت أيضا الخدمة عن المواطنين سواء المواطنين سواء الخدمة المنزلية أو الخدمة العامة في المرافق الحكومية وفي المستشفيات في جميع المحافظات فانقطع الكهرباء يسبب عائق أمام جميع القطاعات سواء المدنية أو الحكومية ويعود سلبا على جميع القطاعات وجميع الناس في البلاد تم تدمير هذا كل البنى التحتياب مما فيها مؤسسات الكهرباء بشكل ممنهج تم قصف المبنى هنا تم قصف محطة عصيفرة أكثر من مرة تم الضرب بشكل غير عادي من جميع أماكن تمركز الميليشيات لو لاحظت المبنى بتشوف من كل مكان الضرب لدرجة أن بعض الإدارات احترقت بشكل كامل الوضع الموجود هنا هو موجود بصنعه وموجود بالحديده وموجود بأبه وموجود بكل مكان الناس قالسين ببيوتهم ولا يعني مخيف مخيف قد نقول لك حتى وصلنا إلى حناك تميل الحياة اللي انت عايش فيها يعني نحن متعودين على عمال على حركات على كذاعتها من الأباس أما قاعدوا من داخلكم مرة ما مش متحضرين لا بكهرباء ولا بأينا أشتتوقع من ناس عايشين بكهوف خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2015 استطاعت ميليشيا الإنقلاب فرض طوق عزلة على قلب مدينة تعز أغلقت المنافذ وعطلت المؤسسات استحدثت المعابر ومنعت دخول المستلزمات داهمت واعتقلت قصفت وقتلت ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات كل ذلك بهدف إسكات حالات الرفض المتنامية ضدها لكنها انصدمت مؤخرا بواقع مختلف حين أصبح الدفاع عن النفس والمال والعرض حقا مشروعا لدى أبناء تعز وانتفضت لأجله المدينة بشكل أكبر هنا تحول حي الكهرباء إلى ساحة مواجهات وخط التماس الأول أجبر ساكنيه على المغادرة وشلت الحركة منه تماما كان خط مواجهات ابتداء من عند مدرسة أرواء وانتهاء في بيت الباشا هذا المجاور للكهرباء حصلت مواجهات فضيعة هنا وراحوا الضحايا من شباب الجمهوري ومن غير شباب الجمهوري أهدافها كلها باطلة ما فيش معهم رؤية ما فيش عندهم يعني تفكيرنوا يبنوا دولة هذه عبارة عن ماليشيات شتيت عيدنا إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر حباب الركب والسيدي ومولاي وهذا شيء انتهى الآن أصبح كل إنسان سيد نفسه بعد سبعة أشهر من الاجتياح أي في شهر أكتوبر عام 2015 أجبرت ميليشيا الإنقلاب على الانسحاب من حي الكهرباء هنا تكشف وراءها حجم الدمار والخراب اللذان لحقاب الممتلكات العامة والخاصة نهبت المحتويات فجرت المنازل دمر كل شيء في هذا الحي دون وازع أو ضمير البيوت اللي كانت تحصيطرتهم أغلبها نهبت اللي كانت عندهم أغلبها نهبت في بيوت فقرات لو شدت مثلا في القحملية في مناطق أغلبها فقرات هنا لو تلاحظوا الخراب اللي فوق البيوت اللي فوق اللي هذه كل من الحوثة إما هونات إما هوزر إما قذائف دبابات أو قذائف هون ومات كثير من المواطنين وكثير من الشباب المقاومة بالقذائف هذه خلف خروقها من هذا الحي من دمار ومن خراب ومن نهب للبيوت جي البصائر جي ما خفى وجنه وقلها ثمنه بعد خروق الحوثة طبعا حصل نهب للبيوت مقلوسوا عن المقاومة من يعني صنعوا أنفسهم أنهم مقاومة وهم يعني دخلوا بأسم المقاومة عشان هبوا مش عشان يجاهدوا أو القاتلوا تعز حوربت بنظام ممنهج القصد لم يكن هو كتدمير فقط وإنما عقاب وبمعنى أصح أشد من العقاب القصد تكبيد الويلات لتعز والأهل تعز كان هناك حرب على مثلها ولا في داعي لها الحرب هذي كان يعني ظلم ظلموا البيوت وظلموا أصحاب البيوت وماتوا شهداء وماتوا أبناءنا وماتوا أخوانا من أجل الحرب ليس لها داعي كان مبنى مؤسسة الكهرباء الشاهد الأبرز في هذا الحي تعرض لحملة من السلب والنهب والحرق والتدمير من قبل الميليشيا ولا زالت الشواهد تتراء بمشاهد تبرز حجم المشروع التدميري والتخريبي الذي من أجله قدمت ميليشيا صالح والحوثي إلى مدينة تعز هذا مبنى الكهرباء أكبر دليل على قصفهم العشوائي لا يوجد فيه ثكنة عسكرية كان يوجد فيه مصلحة للشعب دمروها وخرجوا كما تشاهد الخراب كبير جدا والتعويض يمكن يصلى مليارات إذا لم يكن مؤسسة مليارات الآن يحتاج مليارات تقريبا على ما أعتقد الشبكة كاملة الخطوط الرئيسية لناقل الكهرباء من داخل المخايل لداخل تعزل لناقل أيضا أتأثرت نتيجة المشاكل الحاصلة بداخل البلد نهب من الشوارع نهب من داخل المؤسسة نهب من كل مكان نهب محولات نهب أسلاك نهب كل شيء كان يتم إحراقه هنا في ملعب الشهداء على مرأة ومسمع من الكل لم يتوقف مشروع مليشيا الإنقلاب في حي الكهرباء عند لحظة خروجها بل ذهبت إلى توسيعه بشكل أكبر وذيلته بمسودة انتقام أوسع من خلال إقدامها على تبني سياسة قصف عشوائي بشكل يومي من مختلف مواقع تمركزها في شمال وشرق وغرب المدينة قصف أكمل ما تبقى من مقومات هذا الحي خطف أرواح الكثير من الأطفال والنساء في الشوارع والحارات والأزقة والطرقات ولا زال القصف مستمرا أما قضية إبني ساعة داعش قلوا في القذيفة قاتل البيت أنا قلت أنه قاتل من الحوثة أو من قياتل من يشلها فالطراح أنه كان بيردوه في العبها فأعتبره يعني من ضحايا الحرب طبعا رسمت القذيفة فلا يوم أحد الأفراد روالي قاتل شاين قلت له ممكن التقريب الزيالي لأن المرمى ثلاث مرات يعني أتأخر ثانية أو ثانية فانفقلت فالفقل في اتجاه المعاكس والصرايق على طوقه بمكانه فداء اللي حوله واحد صاحبي فوق بالسائلة قلت صممه هنا طلقة قنبي أنا ضاقف أمرا قد يعقس كبير اسمي فاطمة هم نزلونا أسعفلنا قد القمهوري صورتنا قول القناة بالقيس على المشهد فقلت لطلقا هنا هم فقلت لذا حق هذا كله قلت الشهر ومات والثانية واحد صاحبي كنت قاس مخزنه روحته رقعته فلا تفق قذيفة أم مات هو بنته وتعور صورته كامل واحد اسمه أمين المغربي أم تشوف صاحبك كذا يموت ولا تشوف مره قنبك تموت ولا وقاهل هنا ها تعوّر مات وصعفتونا بمترنا معي متر قاسم زلبو صعفتونا متعليه هنا بالطريق متعلينا أنا وصعفتونا واحد يسمى هو كان عبد الغفور متعليه يعني ما أقول لكم أن الأوضاع كان مرة خلال إمكان 72 ساعة ما بين 6 أطفال إلى 10 أطفال قنص أغلبهم ما لهم جدخل نساء واحد عمره 50 سنة تقنص ليش أخي أنت حارب أدواء قدامك قيش حاربه تحارب واحد مواطن مدني ما لهم جدخل ليش إيش عمل به أنت حق معركة نوقش قدامك قاتله كام يا قصص مؤلمات كل يوم يقع مقازر داخل المدينة عادوا لحد الآن ما فيش ولا قصة تفرح الشعب هذا كل يوم مقازر داخل المواطنين عندما لنسمى لش قماصلا لو كان الإنسان قيام ما ضربوش لداخل المدينة بشكل عشوائي ولا قنص الناس هذه هنا عمارة سابحة كان القنص مداخله سهدف الناس كل سواء بالمقاومة أو مدني ما معاش مشروع الراجل متسلق هو جماعته يشتوا يعيدوا إرث أجدادهم هم متصورين وفي عقيدتهم إن هذا حقهم الحق الإلهي إنهم هم السادة هم الهاشميين هم ورثة السلطة فهذا شيء بعيد عليهم الناس خلاص الناس شبوا شبوا عن الطوق رافضين الاستبداد رافضين إن كان الحوثي أو غير الحوثي يجي يستبدك أو يستعمرك أو يحتلك مرفوض أربعة أعوام وحال حي الكهرباء كحال أغلب أحياء مدينة تعز لا زال يستقبل قذائف ميليشيا صالح والحوثي أربعة أعوام ومدينة تعز تنتظر إلى يد تطبب جراحها وتمسح غبار تلك الحرب المستمرة من جبينها أربعة أعوام فقد فيه الناس الكثير من أرواح محبيهم ومقومات حياتهم ولا زالت الفاتورة في ازدياد في ظل غياب بدور الحكومة الشرعية وتحالف دعمها نوقف رسالة للشرعية يعني إذا كانوا صادقين مع التحالف بتحرير الوطن فنقول لهم أن الميليشيات الحوثية تتواجد على أسوار تعز والبيضة وتتواجد في صنعاء وفي مأرب وليس تتواجد في المهرة ولا سقطرة ولا في حضر موت ونأمل إن يظلوا أخوة أملنا في يوم إن يظلوا أخوة ويراعوا مصالحهم بدون انتهك مصالحنا وحقوقنا إحنا شعب حر يعتبرونه زي ما كانوا بيقولوا الحديقة الخلفية لا يعتبرونه مستعمرة لهم أو ملحقين لهم هذه آخر رسالة نوقيها للشرعية وسنقول لها مهما تخلوا عننا وخذلوا تعز فإنها ستظل صوامدا حتى تنتصر موسيقى ليس هذا كل ما أفرزه مرور مليشيا الحوثي وصالح في هذا الحي أو الأحياء الأخرى المجاورة وما نقدمه ليس إلا أنموذج لقائمة طويلة من الدمار والخراب والانتهاكات التي مورست بحق هذا الحي أو المدينة برمتها ولا زال لدينا الكثير من تفاصيل القول وحكايات المعروك موسيقى 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 موسيقى